زيارة وزير الدفاع التركي شار جولار إلى أربيل ربما أوضحت ضمنيا أهمية الغايات التي بحثها جولار مع المسؤولين في إقليم كردستان العراق على مدى يومين التسريبات أشارت إلى أن المسؤول التركي الذي عرج على بغداد في زيارة قصيرة طلب من سلطات الإقليم الانضمام لجهود أنقرة في محاربة حزب العمال الكردستاني المحظور مقابل امتيازات أمنية واقتصادية للسلطات في أربيل مع ممارسة مزيد من الضغوط على سلطات السليمانية المتهمة تركيا بالتعاون مع حزب العمال هناك عدم رضا عن أداء السليمانية ورأينا أن الحضر على الملاحة الجوية من وإلى مطار السليمانية لا يزال مستمر وهناك تلويح بعقوبات أكثر باعتبار أن لإقليم كردستان عموما حكومة الإقليم روابط أو منافع اقتصادية كبيرة مع الجانب التركي ومنها ما يتعلق بمعبر إبراهيم خليل الحدودي نتصور أن الإملاءات أو الطلبات التركية تتزايد موافقة الجانب الكردي في المرحلة الراهنة على مطالب أنقرة في مواجهة حزب العمال المتهم تركيا بالإرهاب أمر لا يزال بعيد المنال وفق مراقبين لجملة أسباب ومتطلبات سياسية واقتصادية عسيرة حدود إقليم كردستان مع تركيا تخضع حاليا لسيطرة قوات حرس الحدود العراقية وبالتالي فإن بغداد هي المعنية ولا أعتقد أن السلطات الكردية ستدعون بسهولة لمطالب أنقرة في محاربة حزب العمال سيما وأن الوضع داخل البيت الكردي لا يحتمل المزيد كما أن الأزمة الاقتصادية الراهنة لن تسمح للإقليم بخوض غمار حرب من هذا القبيل مصادر مطلعة أشارت إلى أن زيارة الوزير قلر غير المسبوقة تأتي تمهيدا لزيارة مرتقبة لم يحدد موعدها للرئيس التركي رجب طيب أردغان إلى العراق لإبرام عدة اتفاقات أمنية واقتصادية مع بخدهد انضمام إقليم كردستان إلى جبهة تركيا في مكافحة حزب العمال الكردستاني سيضع الإقليم حسب مراقبين في مواجهة معضلات وأزمات أخرى قد تكون لها عواقب وخيمة هيو عزيز سكاي نيوز عربية أربيل